السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نبدأ هذه المحاضرة وعنوان هذه المحاضرة مثال لحساب غبوط الضغط في مجار الهواء المستطيلة احنا حكينا قلنا في عند مجار الهواء نعين مجار الهواء دائرية ومجار الهواء مستطيلة وكان في عندنا منحنيين منحنى للدائري كيف اختار انا قطر مجار الهواء والان سندرس في هذا المثال حالة دراسية او سؤال حسابي لحساب هبوط الضغط في مجار الهواء المستطيلة يعني عندي انا غرفة او مكان او مكتب عام او مكتب خاص من خلاله هذا فيه له توزيع الهواء توزيع الهواء بده يكون من خلال مجار المستطيلة وقلنا المجار المستطيلة فيه لها ايش فيه لها المستطيل هو يعني مقطع المجار عبارة عن مستطيل والمستطيل هذا بكون له طول وعرض او طول وارتفاع او طول عمق هذه لما احسب مساحته بده اضرب الطول في العرض او الطول في العمق وفيه حاجة مهمة اللي هي بسموها النسبة الباعية وقلنا النسبة الباعية هذه في التصميمات مش لازم تتجاوز عندي رقم اربعة ايش هي النسبة الباعية بقسم الطول على الارتفاع مش قلنا مستطيل عبارة عن مساحة مقطع المجرى هذا فبكون فيه طول وعرض او طول وارتفاع او طول وعمق فانا بقسم الطول الاكبر في هذا المستطيل على العرض ولازم الطول الاكبر لما قسمه على العرض مش لازم يتجاوز الاربعة وكل مكان اصغر يعني النسبة الباعية هي الطول الاكبر في المستطيل على العرض هي عبارة عن النسبة الباعية وملهاش وحدة فانا كل مكانة النسبة الباعية قليلة كل مكان التصميم عندي افضل يعني لو انا عندي مساحة المقطع اللي هو 1500 سنتيمتر مربع معناته انا ممكن اخليه 50 و30 لما قسم من 50 على 30 بطلع تقريبا ايش 5 على 3 بطلع واحد وكسور فبتكون مناسبة بنفعش اخليه مثلا ايش 750 في 20 او 75 في 20 منفعش اسويه 75 في 20 لانه بتطلع ايش تقريبا اقل من اربعة بس اني اسويه مثلا 75 او اسويه مثلا 100 على واحد ونص او 100 على 15 هنا بتكون اكبر من النسبة الباعية المطلوبة فالافضل عندي دايما انا اسوي ايش اقل من اربعة هذه هم نقطة في تصميم مجاري الهواء المستطيلة قبل ما ندخل على المثال اللي بدي اعطيكم اياه حابب في نقطة هنا ذكرناها في السؤال في المحاضرة الماضية اللي هو كيف احسب هبوط الضغط في انظمة الهواء الراجع اللي هي ايش ريتيرن اير سيستمز وقول هانا يسري الهواء الراجع من المجاري الفرعية الى المجرى الرئيسي ومنه الى المروحة كان في انظمة التغذية تغذية الهواء الى الغرف المراد تكييفه الى كان ايش يطلع من المروحة اللي وبعدين يخش في المجرى الرئيسي وبعدين المجاري الفرعية اما في حالة الهواء الراجع فانه يسري الهواء الراجع من المجاري الفرعية ثم الى المجرى الرئيسي ومنه الى المروحة وكاتب هان عادة تستخدم طريقة الاحتكاك المتساوي لتصميم مجاري الراجع ذات السرعات المنخفضة والعالية يعني نفس طريقة الاحتكاك المتساوي باستخدمها لحساب هبوط الضغط في انظمة الهواء الراجع هنا بحكي يفضل اختيار مجاري الراجع القصيرة والتصميم لفاقد الاحتكاك لكل متر طولي مقداره 65% بسكال انا كنت في انظمة التغذية الهواء في مجاري الهواء او الدكتات او الدكتس كنت استخدم واحد بسكال لكل متر طولي عشان يكسموه احتكاك متساوي انه انا بفرض ان الاحتكاك متساوي كل متر طولي واحد بسكال لكن في حالة انظمة الهواء الراجع هنا ايش بدي استخدم 65% بسكال اذا ايش ببريج معي من واحد بسكال من واحد بسكال لكل متر طولي الى انظمة الهواء المغذية الى المكان المراد تكييفه اللي كنا درسنا قبل هذه المحاضرة كنا ناخد واحد اما في حالة الهواء الراجع بستخدم 65% بسكال وكنا نقول في حالة انظمة تغذية الهواء انه لازم نستخدم من 8% الى واحد واثنين من عشرة فكنا ناخد واحد بسكال لكل متر طولي هنا في حالة الهواء الراجع بدي استخدم لكل متر طولي 65% بسكال لكل متر طولي ركزوا عليها هذه كتير مهمة في حالة الهواء الراجع ممكن تجيكم سؤال اختيار من متعدد في حالة الهواء الراجع في طريقة الاحتكاك المتساوي لتصميم مجال الهواء للهواء الراجع انها 65% بسكال لكل متر طولي في طريقة اسهل انه انا بدل ما ريحها لو اعمل 65% واعمل حسبياتي انا بحسب 80% من قيمة الفاقد الاحتكاك لمجاري التغذية يعني انا عندي في السؤال الماضي كان هبوط الضغط 53.8% في احتكاك لمجاري التغذية الهواء في حالة الراجع بتضربها 53.8% في 8 من 10 وبتطلع عندي 43.4% بسكال فهذه النقطة حبيت اوضحها قبل ما ندخل على المثال اللي بدنا نحله وبحب اعطيكم ملاحظة المثال اللي بدنا نحله بعد هذا السلايد هو مثال من العام الماضي تم تسجيله في رمضان الماضي وعشان هيك بقولكم كل عام انتم بخير وان شاء الله بيجعلنا رمضان الجاي وانتم باحسن حال ونتركه الان مع المثال اللي مهم جدا وارجل انتباه له لانه بعالج قضية الاحتكاك اه اه احتكاك المتساوي في اه المجاري المستطيلة السلام عليكم ورحمة الله وكل عام انتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك اليوم احنا استكمل اه درسنا هذا المثال شبيه في المثال السابق اه لكن ايش اللي فيه فرق شغلتين اول حاجة انه كان المثال السابق موزع واحد بوينت اثنين معدل صراني هو متر مكعب لكل ثانية وموزع اربعة من عشرة اربعة من عشرة اربعة من عشرة هنا هنا عندي المثال هذا بكون واحد واربعة من عشرة حيتوزعن هنا على المدخل المخرج هذا اربعة من عشرة وعلى المخرج هذا اربعة من عشرة وعلى المخرج هذا الاخير ستة من عشرة هنا الفرق الفرق التاني انه هذا المجاري مستطيلة وليست دائرية يعني مساحة المقطع لمجرى الهواء مستطيل اذا نيجي نقرأ السؤال اشبهوا للسؤال الشكل لمجرى الهواء مستطيل من نظام تكييف مركزي لمكتب خصوصي يتم توزيع الهواء من خلال المخارج اي و اف اي و اف و جي وخلال المخرج اى يعني خلال مخارج اي و اف اربعة من عشرة متر مكعب لكل ثانية وخلال المخرج جي ستة من عشرة متر مكعب لكل ثانية إيش ما عطينا للمعطيات أوجد أبعاد المجرى والسرعات لكل مقطع من المجرى المستطيل تستخدمها من طريقة الاحتكاك المتساوي قلنا الاحتكاك المتساوي بنفرض أنه فيه فرق في هبوط الضغط لكل متر طول فرق ثابت هذا فهو في العادة فرق الثابت الفرق بيكون من 8 من 10 لـ 1 و 2 من 10 بسكال لكل متر ماشي الباء إيش المطلوب باء أوجد هبوط الضغط الكلي لأطول مصار إيش ما عطينا إهمل هبوط الضغط في الانتقالات من B و C هنا ممكن يكون T ممكن يكون مستقيمة بقول إهمل لي هن بدوش يغلبنا في عساب هن ومعامل الفقد للمخرج G ما عطينا إياه C تساوي واحد معامل فقد عندما يخرج الهواء من G هو معطينا إياه واحد إذن بيظل أنا كل القصة عندي أوجد أفرض أفرض أنا الكوع D أنا عندي الكوع في D نسبة R على W بيسوي واحد ونص إذن أنا معطيني بس الكوع اللي بده أوجد له الفقد طب ليش هم بطلب أطول مصار هم بطلب أطول مصار هم بدهم حاولوا يوجدوا أكبر هبوط ضغط بصير لكن مش دايماً بيكون أطول مصار هو أكبر هبوط ضغط دايماً أطول أكبر هبوط ضغط بيكون أكبر مصار في وصلات تيات وكواعو هال لأنها هي اللي بتعمل فقد كبير لكن هنا في السؤال معطيني أطول مصار خلاص بدي أمشي على أطول مصار بناء أنه هنا في الشي وصلات كثير في المصارات اللي قبل البي و السي فهو أخذ أطول مصار لأنه في أطول مصار بيكون هبوط ضغط كبير لكن هنا بنعوده بنعيده بنزيد في حال أنه في مصار قصير مش طويل لكن مليان وصلات كواعوتيات بيكون هذا اللي بدي أخذه في التصميم في حال الاعتبار لأنه بيكون أكبر هبوط في الضغط فيه طيب أول حاجة عندي أنا بدي إيش بدي أعمل بدي أحدد السرعة السرعة إيش معطيني هان مكتب خصوصي في عندي جدول معطيك السرعة في المجرى عشان ما يصيرش ضوضة عندي في المكان فإيش السرعة في المكاتب الخاصة هي عبارة على ستة متر لكل ثانية فأنا أوجدت السرعة ستة متر لكل ثانية طيب بدي أوجد مساحة المقطع مساحة المقطع كيف بدي أوجدها اللي هي بتسوي Q على V مش عندنا الكيو بتسوي A في V V اللي هي السرعة والA مساحة المقطع إذن الأي بتسوي Q على V طيب الكيو ما أعطيني إياها قديش واحد واربعة من عشرة متر مكعب لكل ثانية بقسمها V على ستة بطلع عندي مساحة المقطع المجرى المستطيل بسوي 23 متر تربية 23 من 100 متر تربية إذن في الوصلة A B بدي يكون مساحة المقطع عندي 23 من 100 متر تربية طيب الحين احنا بدنا نضطر نستخدم خريطة هبوط والضغط في المجرى المستطيل قديش عندي الكيو واحد واربعة من عشرة متر مكعب لكل ثانية وفي المجرى الرئيسي قديش السرعة بدها تكون اللي جبناها ستة متر لكل ثانية إذن أنا عندي واحد واربعة من عشرة اللي هو متر مكعب لكل ثانية وعندي السرعة قديش بدها تسوي ستة متر لكل ثانية فمن خلال الخريطة أوجد أنه المجرى المستطيل عبارة عن العرض تابعه في الارتفاع العرض خمسمية وتمانين مليمتر والارتفاع أربعمية مليمتر أربعمية مليمتر وأوجد فرق هبوط الضغط اللي هو تمانية من عشرة بسكالة كل متر إذن أنا أنا بدي أصير أعتمد كنا في الأول نعتمد واحد بسكال لكل متر على أساس إنه من تمانية من عشرة لواحد واثنين معطيني المجال اللي أستخدمه في طريقة الاحتكاك المتساوي لكن هنا أنا أنا أوجدها عندي تمانية من عشرة بسكالة كل متر فأنا كيف أوجدتها أوجدتها عن طريق الواحد وأربعة من عشرة والستة فطلعت عندي الهبوط الضغط تمانية من عشرة بسكالة كل متر فهو اللي بدي أعتمده لباقي الوصلات طبعا أنا أنا مساحة لو بدي أوجد مساحة المقطع المجرى عندي الطول والعرض أو الطول والارتفاع عبارة عن مستطيل لو ضربتن في بعض مليمتر تطلع الوحدة مليمتر تربية وجسمتن على عشرة أس ستة أو عمليون جسمتن عشان أحاول من المليمتر مربع إلى مليمتر إلى متر مربع بدي أجسم على مليون ليش أجسم على مليون لأنه المتر عبارة عن ألف مليمتر طب المتر تربية عبارة عن إيش مليون مليمتر تربية فأنا بضرب الخمسمية وتمانين ضرب الأربعمية وحجسمن على مليون اه حيطلع عندي بالمتر مربع لازم تكون القيمة اللي انا اخترتها قريبة من الثلاثة وعشرين من مية متر مربع اللي انا وجدتها عن طريق قانون اي كيو على في طيب اليوم بدنا نتعلم تركزه معنا شوية شان نتعلم كيف نوجد نستخدم الخريطة في ايجاد هبوط الضغط ويجاد الابعاد المجاري الهواء او الدكتر اذا عندي اول حاجة واحد واربع من عشرة متر مكعب لكل ثانية وعندي السرعة ستة متر لكل ثانية طيب هنا عندي بحط ايش معدل سرايا للهواء عندي واحد هنا واحد من مية واحد من عشرة واحد عشرة طيب واحد عشرة وين بدها تكون الواحد واربع من عشرة هنا حتكون واحد وهنا حتكون ايش اتنين وهان ثلاثة وهان أربعة لحد مصال عشرة إذن الواحد وأربعة من عشرة هتكون بين الواحد وبين الاثنين هاي هتشايفين تبعولي خط الأزرج بمشي مع الخط الأزرج أي ماشي هنا خط مستقيم السرعة قديش عندي معطيني إياها ستة مروح هي السرعة ستة بمشي في خط مستقيم هيتقاطع في النقطة هادي وين تقاطع في النقطة هادي بتطلع على هبوط الضغط بشي لاجه هبوط الضغط تمانية من عشرة هاي ها تمانية من عشرة فأنا بدي أعتمد التمانية من عشرة الحين لكل المسار أخذ هو المسار اللي بدي أمشي عليه الهبوط الضغط لكل متر لأنه هذي طريقة الاحتكاك المتساوي معنات في كل وصلة أو مجرأ لازم أعتمد نفس هبوط الضغط لكل متر إذن أنا عندي تمانية من عشرة كيف أوجدتها عندي واحد وأربعة من عشرة متر مكعب لكل ثانية بمشي فيها بخط مستقيم وعندي السرعة ستة باجه هالسرعة ستة أنت تتبعوا لخط الأزرق هتلاقي بتخاطع في النقطة هذه وثمتك أنا هتطلع هبوط الضغط قد يشطل عندي تمانية من عشرة فأنا هتمد التمانية من عشرة نقطة مهمة لو ما عطكاش بيانات واحد وأربعة من عشرة وستة ما قدرتش جيبن خلاص أنا ممكن أخذ واحد صحيح بس كان لكل متر وأشتغل عليه لكن أنا هنا ما عطيني واحد وأربعة من عشرة مع التمانية من عشرة ونتلاقين في النقطة هذه واحد وأربعة من عشرة مع الستة هاي الستة هدول الخطوط اللي بالشكل هذا عبارة عن سرعات هاي عندي ستة وهنا عندي سبعة وهنا خمسة ما يشوف عندي الستة بمشي عندي هنا فاتخاطع حان أوجدت هبوط والضغط ثمانية من عشرة طب بدي أوجد أنا الدكت هذا إيش مساحة وجهه فبمشي بخط موازي للخطوط هذه هاي تبعوا الخط لزرق تبعوا الخط لزرق حلاق الخط لزرق تحت الخط الحمر طب الخط الحمر اللي فوق ما عطيني ستمية في أربعمية ستمية في أربعمية إذن لازم تحته لازم يكون أجل شوية فهنا أخده قديش خمسمية وتمانين في أربعمية إذن أنا الخط لزرق هي تحت الخط الأحمر بشي بسيط تحت الخط الأحمر ستمية في أربعمية فهو تحت الخط فأخد إيش خمسمية وتمانين في أربعمية أنا دايما بحاول إنه يكون الفرق بين الطول والعرض للمجرى المستطيل إنه يكون قريبات فعشانيك أنا أخدت الخصم من الستمية فصارت عندي خمسمية وتمانين لأنه في حاجة بيسموها النسبة الباعية اللي هي العرض على الارتفاع فالعرض على الارتفاع كلما كانت القيمة قليلة كلما كان أفضل جودة وأقل تكلفة لهذا الدكت فهي النسبة الباعية طيب الحين خلصنا منها نيجي الحين حسب الرسمة عندي واحد وأربعة من عشرة أول مدخل الحين حيخش في المدخل التاني بي سي اللي هو قديش واحد لأنه حيروح عندي أربعة من عشرة لمخرج الأول حيضل عندي واحد فأنا لو اتبعت وين الواحد هاي الواحد صحيح الحين اتبعوه للخط الأخضر هاي الواحد بدنا نلاقيه مع التمانية من عشرة ما احنا خلص احتملنا التمانية من عشرة وين تلاقيه نتلاقيه في النقطة هادي من النقطة هادي بقى وجد السرعة وبقى وجد ايش الدكت المناسب فأنا بمشي على الاخضر حلاق الاخضر هايوهان الاخضر جاي أبع أربعمية في أربعمية أكثر من الأربعمية في أربعمية بإشي بسيط أو بشوية فأنا الأربعمية في أربعمية فنطلع اللي بعديه 700 في 300 انا اللي هذا الخط الاخضر من تقاطح 8 من 10 والواحد ماشيت فيه فعلاجاته اكبر شوية من ال 400 في 400 فاخدناه 450 في 400 ماشي طب السرعة قديش هاي الخط الاخضر فبمشي هنا السرعة مع الخط الاخضر حلاجيها بين بين الخمسة وبين الستة بالزبط فاخدها خمسة ونص انا عندي بيانات بصير عندي ابعاد وبصير عندي سرعة لو انا حبيت اضبط الابعاد بشكل صحيح فبقدر عندي معدل السرايان واحد وعند السرعة فبقدر اجيب المساحة ومن خلال المساحة باضرب الطول في العرض وبتأكد انه هل اللي انا اللي اخترته مناسب ولا مش مناسب طب نيجي على اخر واحد الحين والواحد خصمنا اربعة من عشرة وبعدين رجعنا خصمنا اربعة من عشرة في المجرى سي جي طبعا بدك تفتع الرسمة وتشوف سي جي حتلاقيه ستة من عشرة الستة من عشرة وين الستة من عشرة هاي الستة من عشرة هانا عندنا واحد من عشرة وهانا عندنا واحد هانا واحد من عشرة هانا اتنين من عشرة ثلاثة من عشرة اربعة من عشرة بتتبع الخط البرتقاني البرتقالي هتلاقي هتلاقي مع التمانية من عشرة وينتلاقيه في النقطة هادي عالسريع من النقطة هادي بدي اوجد السرعة قديش السرعة عندي اربعة ونص هاي اربعة اربعة ونص قديش السرعة هانا ماعطينا اياها اربعة ونص طيب أربعة ونص هو أخد أربعة وثمانية من عشرة مش مشكلة كبيرة فعندنا أربعة ونص وبدأ أتبع الخط هذا أشوف وين بيجي هذا أجه بين 300 آلا أنا بدي أتبع الخط لصمر وين 6 من عشرة أنا بحتيش آسف أنا الحين 1 من عشرة المخرج CG 6 من عشرة وين الـ 6 من عشرة بتيجي هاي 1 من عشرة هاي 2 من 10 هاي 3 من 10 هاي 4 من 10 انا بدي 6 من 10 هاي 5 من 10 هاي 6 من 10 اذا بدي اتبع الخط الصمر بمشي فيه بخط افق بينما يتقاطع معه 8 من 10 لما تقاطع معه 8 من 10 بدي اشوف قديش السرعة فعندي السرعة بمشي على الخط هاد حلقيه قديش عندي حوالي تقريبا 5 او اجل من 5 بشوية اي اجل من 5 بشوية باشي بسيط فيعني هو ما اعتبره 4 و 8 من 10 وهنا بدي احاول على الدكت بمشي مع الخط الاصمر فقديش عندي الدكت اجه بالزبط على ال 500 في 250 اذا انا بختار ال 500 في 250 مع ال 4 و 8 من 10 في عندي ال بي اف 4 من 10 قديش معامدة للصرين 4 من 10 فعندي 1 من 10 2 من 10 3 من 10 4 من 10 الحين بدي اتبع البرتقالي تقاطع مع التمانية لما تقاطع مع التمانية بدي يمشي مع الخط ايش عشان اوجد السرعة ايش السرعة هانا ما اعطوك 4 و 5 لكن هي اقل من 4 و 5 بشوية متجاي الخط البرتقالي على الخط 4 و 5 فميخدها هان 4 و 8 من 10 ميخدها 4 و 4 من 10 فبدال ما يخدها 4 و 5 ميخدها 4 و 4 من 10 لونا اخدتها 4 و 5 مش مشكلة كبيرة الحين بدي اوجد على مساحة المقطع بمشي هان مساحة المقطع واقع بين 300 و 250 300 في 250 اكبر منه فمياخد 360 في 250 طبعا انا لابتأكد قلنا فيه طريقة للتأكد معدل السرعان وعند السرعة بوجد المساحة ومن خلال بتأكد هل المساحة هادي مناسبة للمساحة المطلوبة ولا لا واخر مجرى اللي هو CE 4 من 10 اخر مجرى 4 من 10 هو نفسه 4 من 10 حيتلاقى فحيطلع بالزبط نفس لانه معدل السرعان نفسه فحيطلع السرعة نفسه 4 من 10 والابعاد حتطلع 360 في 250 ارجو انكوا تتدربوا على الخريطة هادي كويس تفتحواها من الكتاب وتحاولوا انتوا تشوفوا 8 من 10 مع معدل السرعان بتلاقن وباخد خط عشان اوجد الدكت مساحة وجه الدكت وباخد خط عشان اوجد السرعة طيب في عنا شغلاء في عنا كوح هو قال لنا اهمل اللي عند بي و سي اهمل اللي عند بي و سي ولكن طلب مننا الكوع معطينا الكوع عندي الار على دبليو هاي الار اللفة هادي نص قطرة قديش على الدبليو اللي هو ارتفاع المجرة المجرة مستطيل هاي العرب تبعه وهي الارتفاع الار الار عد و معطينا اياه واحد ونص الار اتش عد و انا بدي اوجدها مش انا اوجدتها هذا في اي مجرة الكوع في اي مجرة الكوع في المجرة ابو ستة من عشرة كديش عندي ابو ستة من عشرة مخدينه 200 و lat 500 في 250 هاي الستة من عشرة الكوع ون جاي الكوع جاي في المجرة ك هاي ك كديش المجرة عندي 500 في 250 يعني هاي 500 500 في 250 يعني ال H عندي 250 وخمسين والااا الو خمسمية الو خمسمية في 250 فراح جسم الاتشعة دابليو 250 على 500 اوجدها اا عندي نص فراح اوجد الاتشعة دابليو اللي هي عبارة عن نص وعندي الار على دابليو واحد ونص اي واحد ونص مع النص تلاقي في اتنين من عشرة اوجد معامل فقد يساوي اتنين من عشرة ازان الحين انا بدي اوجد هبوط الضغط في اطول مصار اللي هو A G مع احمال التيات الموجودة او الوصلات الموجودة عن B و C اول حاجة هبوط الضغط للمجرى المستقيم قديش طوله بنا نحسب من A ل G قديش الطول ال A B سبعة و B C خمسة هاي سبعة وخمسة اطناعش وكمان خمسة قديش سبعة عش و عندي كمان سبعة هان هاي قديش اربعة وشرين الاربعة وشرين قلنا اوجدنا ثابت هبوط الضغط تمانية من عشرة فبضرب تمانية من عشرة لكل متر في اربعة وشرين فبتطلع عندي تسعة عش بوينت اتنين هبوط الضغط ازان انا عندي اربعة وشرين متر فكل متر طولي تمانية من عشرة فاخد ضغط فبطلع عندي تسعة عش بوينت اتنين الحين يجي ايش عندي انا في عندي شغلتين قال لي اهم البيو سي ريحنا احن في ظل عندي الكوع طب الكوع هاد ايش القانون تبعه ستة من عشرة في تربيع في معامل الفقد طب معامل الفقد للكوع وجدنا تنين من عشرة هاي تنين من عشرة ستة من عشرة في تنين من عشرة ضرب بدي اشوف السرعة في عندي الكوع دي قديش بديها تكون الكوع دي واقع وين وين في سي جي الكوع دي واقع في الوصلة سي جي قديش السرعة عندها اربعة وتمانية من عشرة فاروح بعوض اربعة وتمانية من عشرة تربيع بوجدها ستة من عشرة في اتنين ضرب اربعة وتمانية من عشرة تربيع بطلع اتنين بوينت سبعة ستة خمسة الحين بيظل عندي المخرج من جي معطينا معامل فقد واحد فستة من عشرة في واحد السرعة عند المخرج جي هي نفسها السرعة في سي دي جي اللي قديش بتسوي اربعة وتمانية من عشرة تربيع فبطلع عندي الهبوط الضغط في اطول مصار خمسة وتلاتين بوينت تمانية باسكال طب حد حيسأل حيقول طب ايش استفدنا احنا من هان هانا استفدنا انه انا ممكن ايش بلزم عشان اجيب مروحة بلزم عبارة عن الضغط الاستاتيكي او الضغط الكلي فالضغط عندي في المجرى هانا اللي هو هذا مش ضغط الاستاتيكي لانه بيحتمد على السرعة ضغط الاستاتيكي بيكون بدك تخصم منه السرعة هذا بيحتمد ضغط الضغط الكلي عبارة عن خمسة وتلاتين ضغط في اطول مصار خمسة وتلاتين بوينت تمانية ايش بلزم عشان انا اشتري المروحة بلزم شغلتين قديش بدها معدل صرايان وقديش بدها الهد الهد تبع المروحة يعني الهد يعني اللي هو الضغط بالمتر بالمتر مع بالمتر مع فكيف اوجد الضغط بالمتر مع قلنا الضغط بسوي رو في جي في اتش اذا الاتش اللي هو بدي اشوف الاختفاع بالمتر بسوي بي اللي هو الضغط على رو في جي رو بحط المية اللي هي الف والجي اللي هي تصارع الجاذبية الارضية فبوجد الضغط هنا بحيطلع بالمتر ايش صغير يعني كمية قليلة فبروح بأضربها في الف عشان أحولها مليمتر ووتر يعني الخمسة وتلاتين بوين تمانية ممكن تطلع عندي ستة وتلاتين مليمتر ووتر يعني الهد تبعها الهد تبع المروح هذه عوالي ستة وتلاتين مليمتر ووتر مليمتر ووتر فلما اروح اشتر المروحة فبكون عندي بقوله بدي والله مروحة معدل سريان تعطيني واحد واربع من عشرة وعندي بدي أقول الهد تبعها اللي هو عبارة عن ستة وتلاتين مليمتر ووتر شكرا لكم أتمنى تكونوا استوعبتوا الدرس وان شاء الله هو مفروض انتم في البيت تتدربوا كتير على الخرايط عشان توجدوا السرعات ومساحة المقطع وشكرا لكم السلام عليكم وللقاء في الرقاء قادم شكرا لكم 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 شكرا لكم